السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية عبا جميع متابعين الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا متابعين الكرام سقطة أخرى وفضيحة أخرى لقناة الجزائر الدولية المعروف عليها الفضائح والكذب والتزوير وما إلى ذلك من هذه الأمور هذه المرة كنت أتصفح تويتر متابعين الكرام وبطبعك الحال بما أن اليوم هو يوم الأربعة يوم مخصص لأخبار المخدرات خيلوا معي متابعين الكرام أن في حضارة الجزائر مخصصين أو مقسمين أيام الأسبوع كل يوم عنده خبر معين أو مجال معين كتكلموا فيه على المغرب ويوم الأربعة ضرورة ما يحطون لنا خبر محاولات أو صد إدخال المخدرات من المغرب في كل أربعة في كل أسبوع نفس الخبر يتكرر خمسة قنطار ستا قنطار عشر قنطار ستين قنطار كل مرة شحال كنبغيون ندخلوا لهم مساكن وكل مرة كنبغيون ندخلوا هذه المحاولات يعني في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة كندخلوا لكم مليار قنطار للمخدرات يعني شيء اللي لا يتقبله العقل لكن هنا متابعينا الكرام الفاضحة اللي سنشوفوه هنا كيفما كتشوفوا بما أنه يوم الأربعة قناة الجزائر الدولية ما نشره هنا الجيش يحجز أكثر من خمس قنطار من المخدرات المغربية ووضعين هذه الصورة هذه الفاضحة هنا متابعينا الكرام بما أن هذه القناة هي قناة الكذب شوفوا معي عباد الله شنو حطين هنا وشوفوا الخبر قال لكا سيدي الجيش الجزائري يحجز أكثر من خمس قنطار من المخدرات المغربية وفي الصورة شوفوا ما نضع نضع الكلاشينكوف والقرطاس هذا بالله عليكم واذا تلفون لكم السلوكة واذا في حال الفاضحة اللي قدرتوا ديال الخريطة المغرب واذا خرشتوا وبطبيعة الحال بعدما صفعكم بوريطة في عقر دياريكم واضطرتوا على أنكم تصحوا الخريطة واذا هذا خطأ تقني أم أنكم يا المكلخين يا الجهلة بقيتوا تنشروا في الأكاديب حتى أخذوا تفضحوا ريوسكم بريوسكم خبر متعلق بالمخدرات وانتم وضعوا كلاشينكوف هنا والأسلحة هنا أشدخل كلاشينكوف والقرطاس وهذا الرشاش هذا في المخدرات هنا بشتعرفوا متابعينا الكرام على أن هذا الحمال المكلخين يكذبونه لكن يكذبونه بطريقة غبية جدا فهما الآن ولو كيف تفضحوا ريوسهم بريوسهم الخبر كما تشاهدون أمامكم على الشاشة متابعينا الكرام فضيحة أخرى لقناة الجزائر الدولية متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر